قصص كروية إيطاليا تفوز بيورو 2020 كرة القدم تذهب إلى روما لطالما كانت سرعة تعافي المنتخب الإيطالي من الأزمات أمرا مذهلا فالمنتخب الذي دخل كأس العالم 2006 وهو يعاني من التشرذمات في محيطه بسبب قضية الكالتشوبولي تمكن بعدها من التعافي سريعا في تلك البطولة محققا لقبه الرابع في كأس العالم ذات المنتخب دخل نسخة 2020 من كأس أمم أوروبا بعد غياب كارثي عن كأس العالم 2018 ليتمكن مجددا من التعافي سريعا بالفوز بيورو 2020 في قلب لندن وأمام المنتخب الإنجليزي المدجج بالنجوم إن كتبت الكرة الإيطالية سيناريو تعافيها بيدها فلن تكتب أفضل مما حدث في هذه الحلقة من قصص كروية نسرد لكم أسباب فوز الأجزوري بكأس أمم أوروبا 2020 ولماذا ضلت كرة القدم طريقها لتذهب إلى روما بدلا عن مهدها كيف فازت إيطاليا بيورو 2020؟ أفضل ما يلخص وضع المنتخب الإيطالي هو مقولة رئيس اتحادها الذي صرح قبل المباراة النهائية قائلا كرة القدم في إيطاليا متجذرة في ثقافة الشعب إنها جزء من كيان إيطاليا غياب عن كأس العالم لم يكن مجرد غياب عن بطولة في كرة القدم بل كان في نظر الشعب إهانة لثقافتهم فالمنتخب الإيطالي فاز بهذه النسخة لأنه كان الأكثر حماسا وإصرارا على تعويض تلك النكسة التي هزت كبرياءها كما أن التتويج ببطولة أمم أوروبا الثانية لها قد طال انتظاره فآخر نسخة توج بها لاتزوري كانت في العام 68 من القرن الماضي المنتخب الإيطالي أيضا تمكن من زيادة سلسلة لا هزيمة الخاصة به إلى 33 مباراة تحت قيادة المدرب المحنك روبيرتو منشيني وهو الذي باتت تنقصه مبارتين فقط ليصبح صاحب أكبر سلسلة في تاريخ المنتخبات الوطنية إنجاز يعبر عن المجهود الكبير الذي بذله المدرب الإيطالي لتصحيح مسار أبطال أوروبا الجدد فالإخفاق الكبير الذي تعرض له المنتخب ساعد منشيني كثيرا في إدخال أفكار جديدة ولاعبين جدد إلى المنتخب الإيطالي دون أن يلقى أي اعتراض من أحد فالجميع في إيطاليا قد اتفقوا لقد حان وقت التغيير بمزيج من الخبرة والشباب دخلت إيطاليا هذه البطولة ولعل أبرز ما لاحظه الجميع منذ بداية اليورو هو الروح العالية التي يتمتع بها المنتخب الذي تمكن تماما من تغيير صورته من منتخب يحب الدفاع إلى آخر ممتع مسجلا ثلاثة عشر هدفا في اليورو محطما جميع الأرقام القياسية السابقة لإيطاليا دخلت إيطاليا المباراة النهائية وهي تفتقد لأحد أبرز لاعبيها في البطولة وهو الظهير الأيسر ليوناردو سبيناتزولا الذي توج به روبرتو منشيني أفكاره في صناعة اللعب فأن يكون صانع ألعابك الأول هو ظهير أيسر ولا يلعب حتى بالقدم اليسرى أمر مربك لكثير من الخصوم فهو اللاعب الذي كانت تعتمد عليه إيطاليا في كسر الضغط العالي المطبق عليها بسبب سرعته وقدرته العالية على المراوغة فيكفي أنه كان أسرع لاعب في البطولة بحسب الإحصائيات الرسمية كما أنه أكثر لاعب في إيطاليا تمكن من إكمال مراوغات ناجحة وغيابه هو السبب الرئيسي لمعاناة طالياني أمام إسبانيا وإنجلترا في الشوط الأول خطة منشيني كانت ترتكز في اللاعب بجبهة واحدة فقط وهي الجهة اليسرى لدرجة أن الظهير الأيمن دي لورينسو يتحول إلى قلب دفاع ثالث دون أن يتقدم كثيرا إلى الأمهم وهو أمر تمكن تينجلترا من استغلاله بنجاح خلال الشوط الأول عندما وضعت ظاهرين وقفت أمامهم إيطاليا عاجزة لمدة شوط كامل وهنا يأتي دور المدرب الجيد القادر على قراءة وتغيير معطيات المباراة فتغييرات روبيرتو منشيني في الشوط الثاني أعادت الحياة والتواهج مجددا لإيطاليا فبنزول جناح ساسولو المتألق دومينيكو بيراردي باتت تمتلك إيطاليا الجناحين بنفس السرعة والمهارة بعد أن كان فيديريكو كييزا يقاتل وحيدا في الشوط الأول إنجلترا هل قتل التحفظ فريق ساوث جيت؟ في إنجلترا رفعت الأعلام وبدأت الاحتفالات مبكرا قبل بداية المباراة فعبارة كرة القدم عائدة إلى بيتها كتبت في كل مكان وملأت الشوارع والصحفة وتم رفعها على أعلام ترفرف في السماء عن طريق طائرة خاصة الإعلام الإنجليزي لم يغير طريقته في توقع النجاح قبل حدوثه فهو الذي كتبت بعض صحفه في الغلاف الرئيسي أن إنجلترا ستواجه إيطاليا وذلك حتى قبل لعب مباراته أمام الدنمارك ربما لم يتغير الإعلام الإنجليزي كثيرا إلا أن منتخبه الأول تغير من ناحية السلوك والالتزام فساوث جيت تمكن من بناء منتخب يلعب بانسجام أكثر من أي منتخب مر على إنجلترا في التاريخ الحديث مشكلة إنجلترا كانت دائما في نجومها والذين كانوا دائما ما يعجزون عن إيجاد توليفة للإنسجام فيما بينهم هذا الأمر تحقق تحت قيادة جاريث ساوث جيت وذلك بسبب صغر أعمار لعب المنتخب والذين قد اختلف تكوينهم وعلاقاتهم مع بعضهم البعض عن الأجيال السابقة لكن رغم كل هذه الإيجابيات إلا أن المنتخب بالغ في الواقعية في أدائه فالجودة التي تمتلكها إنجلترا أكبر من أي فريق آخر في البطولة ولا يضاهيها إلا منتخب الديوك الفرنسي خطة جاريث ساوث جيت باللعب بخمس مدافعين في المباراة النهائية لم تكن خاطئة تماماً فقد تمكن من قراءة أسلوب لعب إيطاليا وإبطاله بشكل صحيح إلا أن الخطأ يكمن في تراجع الإنجليز المبالغ فيه في الشوط الثاني فمنذ الدقيقة الأولى من الفترة الثانية تراجعت إنجلترا بصورة واضحة للدفاع وبدأ عليها الخوف من خسارة الأفضلية في نظر الكثيرين وبالرغم من الانتقادات فإن ساوث جيت قدم كل ما يستطيع ولولا شيء من الحظ لكان بطلاً قومياً ساوث جيت أدل بتصريحات الرصينة بعد صدمة الخسارة وتحمل كامل المسؤولية حيث صرح لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي قائلاً نشعر بخيبة الأمل بالطبع لكني أعتقد أن اللاعبين يستحقون الثناء كثيراً قدموا كل شيء ممكن ولم يختلف الأمر الليلة أركضوا في أرجاء الملعب ولعبوا جيداً وأردف قائلاً في أوقات معينة لم نلعب جيداً ولم نتمكن من الاستحواذ على الكرة بالشكل الكافي خصوصاً مع بداية الشوط الثاني لكن العمل مع الشبان كان أمراً ممتعاً ووصلوا إلى حد لم يبلغه أحد من قبل لكن بالطبع الأجواء هذه الليلة في غرفة الملابس مؤلمة بشكل كبير كما وجه المدرب رسالة إلى نجمي الشاب بوكايوساكا بعد إهداره ركلة الترجيح الأخيرة قائلاً الأمر كان عائداً لي أنا من قررت من سينفذ ركلة الترجيح بناء على ما قدمه اللاعبون في التدريبات لا يتحمل أحد المسؤولية وحده لقد فزنا معاً كفريق وسبب عدم فوزنا بالمباراة يرجع إلينا جميعاً وبالنسبة لركلة الترجيح كان القرار لي وأتحمل مسؤوليته بشكل كامل نحن جميعاً معاً لقد منح اللاعبون البلاد لحظات رائعة الليلة ستكون مؤلمة كثيراً لنا كلنا بالطبع نحن جميعاً معاً لقد منح اللاعبون البلاد لحظات رائعة الليلة ستكون مؤلمة كثيراً لنا كلنا بالطبع يجب أن نشعر بالخيبة لأن فرص الفوز بالكؤوس نادرة في حياتك لكن عندما يدركون ما فعلوه يجب أن يشعروا بالفخر من أنفسهم في نظر الكثيرين لم تستحق إيطاليا أو إنجلترا خسارة نهائي فقد قدم المنتخبين ما يشفع لهما بالتواجد في المشهد الختامي كما لم تكن الفوارق بينهما واضحة لتكون المباراة بينهما ختاما مثاليا لبطولة تعتبر من امتع نسخ امم اوروبا في التاريخ الحديث شاركون بارائكم وتعليقاتكم لماذا خسرت انجلترا النهائي وكيف تمكنت ايطاليا من الفوز لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى يأتيكم كل جديد فبدعمكم نستمر